موسيقى بصبحكم بالخير اليوم التاليتة 13 هزائران يونيو اليوم الأمار مرافقنا عن برش هوائي برش الدلو وعم بيشكل مثلث فلكي مع الشمس وبالتالي اليوم الأبراج الهوائية هي المسيطرة هي المبسوطة أكتر شي وهي اللي أمورها ميسرة أكتر من غيرها عم نحكي عن الدلو عن الجوزاء وأيضا عن موالي برش الميزان مش بس اليوم يومين ونص وراء بعضهم خلونا بلش مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولو برش الحمل صحيح أنت منك مسيطر مثل الأبراج الهوائية لكن أنت ماشي بالصف الثاني يعني هني بصف الأول أنت بالصف الثاني وبالتالي اليوم نهارك جيد نهارك حلو نهارك بيسلي نهارك ميسر أيضا ونهارك يشجع على حط الإيد مع الآخرين فما تقعد لحالك وعامل حالك أنه أنت يمكن غير عنه لا اليوم بنسبك تقعد مع الناس كلها لأنه طاقتهم رح بتساعدك تبقى المولي الأكثر حظا 13 14 15 نيسان أبريل بنت إلا برش الثور بالنسبة لبرش الثور صحيح أنت برش ترابي ومنك كتير مرتاح بالمربع مع الأمر يلي اليوم ببرش الدلو لكن بالنتيجة في جو مرتاح بالعالم بالفلك في مثلث فلك الهوائي فبالتالي نوعا ما فيك تستفيد شوي من هالمثلث فيك تستفيد لأنه اليوم هالمربع عم بيدفعك إلى القمة عم بيدفعك يمكن أنت تعبين شوي لكن عم بيدفعك عم بيعطيك بوش لتوصل وعم بيطلب منك تعطي أفضل ما عندك عطي أفضل ما عندك ورح بتشوف أنه أنت ناجح وأنت واصل لكن هده نهار ما بيقبل حل وسط بدك تعطي أفضل ما عندك وإلا النتيجة مش على زوءك 25 26 27 نيسان أبريل قال أكثر حظا بنت إلا برش الشوزاء يعني مولو برش الشوزاء أنت في الطالعة أنت وبرشين آخرين هن الدلو والميزان جو رائع بامتياز يعني إذا بدك تتزمر وتتشكى ما ماشي حالي اليوم أو بكرة وبعد بكرة في شيء كوستشن مارك على يا أسلوب نتبعه يا أما ما عم تتكيف مع الجو الأمور منها لحالة إيجابية رائعة حلوة حلوة فإذا رايح على الامتحان مش داري الشيء تصور لدرجة أنه معقول حتى يجي سؤال كتير بسيط بالنسبة لألك ويمكن الشغلة الوحيدة تكون دارسة لكن ما كتير أنه تحط إيدك ما يبيرت بدك تكون محضر لتوصل إلى القمة بجميع الأحوال نهار رائع نهار ممتاز لجميع موليد برش الشوزاء أربع خمسة ستة حزيران يونيو الأكثر حظا بنتقل لأ برش السرطان اليوم أفضل من المبارح أول المبارح اليوم أفضل لأنه كأنكو صلط برات التينيل طلعت من النفق خلص رح توقف على جريك وبالتالي قادر اليوم مولود برش السرطان يدبر حاله برح أول المبارح كنت متاخد بالآخرين الآخرين هني كانوا مسيطرين شوي أكتر يمكن لأنه ما قادرت تحكمت بحالك وبعصابك وبعض الأمور اليوم قادرت تتمكن منها والسر سر نجاح اليوم أنك تسمع شوي للتاني تقول أوكي التاني يمكن معه حق يمكن ما معه حق بس يمكن أيضا معه حق مش مثل المبارح أو المبارح كنت مسكرة من جميع النواحي خد وعطي وشوف أنك بتوصل مرتاح بتكون مرتاح أكتر إلا للزلمة إلا لفلاني أوكي معكم حق من دون إثارة استفزازات أما يلي بد يكون حذر جدا من السرعة من المجازفات 27, 28, 29 حزيران يونيو بنتقل لبرش الأسد بالنسبة لبرش الأسد اليوم في نوع من تناقض بالتأثيرات الفلكية من ناحية أنت مدعوم من ناحية أخرى وكأنه حدا عم بيرائب رديت فعلك اللحظة اللي أنت بتنرفس فيها بتعصب فيها أو بيطلع منك نوع من ملاحظة بغير محلة بتكون خسرت وبالتالي هالإنفعالات اللي عندك إيها الأنرجية الطاقة الكبيرة اللي عندك إيها اليوم حاول تضبطها لأنه الجو العام بيقدر يساعدك لكن في بعض التحديات والإستفزازات أنت وشاطارتك هدي أعصابك خلي الابتسامي عوجك وبتطلع ربحان ومنتصر الأكثر حظا 17-19-19 أب أغوستوس بنتقل لبرش العذراء مولود برش العذراء مبيرحكت مرتاح اليوم في ضغط أكتر اليوم في ركض أكتر اليوم في شغل أكتر وبتحس حالك أنك تعبين أكتر وبتلوم حالك بتقول يمكن هاليومين الثلاثين اللي مرأوا يمكن تعبت حالي أكتر راح تمشاوير تعبت حالي منهك القوة جسديا اليوم مطلوب منك تعطي الأداء لازم يكون جيد جدا بعض مولي برش العذراء في مسألة صحية بعض مولي برش العذراء عندهم مسألة مهنية مهمة جدا مش شوي وبعض الآخر من مولي برش العذراء عمدون مسألة صحية تتعلق بأحد الوالدين قالوا فرحظا 28 29 30 31 أب أغسطس بنتقل لبرش الميزان مولي برش الميزان ولا أقوى من هيك من أكثر الأبراج حظا وقوة ونجاحا وتميزا وإنجازا شو ما بدك كل الصفات الحلوة اليوم فين يزيدها عند مولي برش الميزان فشوف شو بدك تعمل بسهولة بتقدر توصل حظك كتير حلو أمورها كم يسرة دربها كم يسرة مش بس اليوم اليوم وبكرة وبعد بكرة 6 7 أكتوبر بشكل خاص تكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب اليوم نهار متعب متعب يمكن ما في شي عم تعمله قاعد بالمكتب ماشي يمكن زهقان ما في شغل فيه تعب هالتعب أحيانا نعرف نحن التعب مش ضروري يكون جسدي التعب النفسي المعنوي أحيانا هو يمكن سهران يمكن مبسوط كنت مبارح وسهران ما أنك نايم اليوم أنت تعبين هاي الأمور معقولة تسبب بعض المزاجية هاي المزاجية يلي بدي أصلى هي المعقولة تسبب لك مشكلة اليوم فانتبه لها النقطة والمشكلة اليوم معقولة يكون بسبب قصة أو بسبب شخص بتعرفه كتير قريب منك سواء كان بالشغل أو بالبيت تبقى الموالي الأكثر حظة نسبيا موالي 28 29 و 30 أكتوبر 21 بنت إيه لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس ضروري تنتبه شوي طريقة كلامك طريقة حكيك الأجواء اليوم معقولة تسبب لك نوع من تنافر في الأراء نوع من مواجهة نوع من مش عدائي لكن في بعض الأشخاص عندهم علامة استفهيم على بعض الكلمات على بعض التصرفات جميع الأحوال أنت سريع عندك قدرة على أخذ المبادرة عندك قدرة على تصحيح ردات الفعل وبالتالي ما بينخاف عليك لكن لأنه مولود برش القوس شخص أحيانا صريح وأحيانا بيطلع منه كلام وتصرفات شوي متهورة متسرعة ما طلو منك شوية انضباط 21 ديسمبر على أكثر حظا بنت إيه لبرش الجدي نهار جيد لبرش الجدي إكسبت أنه اليوم مولود برش الجدي احتمال أنه يكون فيه عنده بعض المصاريف بعض الأمور المهمة مثل امتحان مثل اجتماع مثل بده موافقة من شخص وبالتالي بحس حاله أنه اليوم رح ينحط له علامة اليوم هو أمام استحقاق حاول كون جاهز مولود برش الجدي ما تنسى أنت مرق عليك يومين كانوا كتير مهمين طويت صفحة طلقت بصفحة جديدة كمل فيها تبقى الموليد الأوفر حظا موليد 27 28 29 ديسمبر كانون الأول بنت إلا برشد دلو نهار ولا أروع من هيك مولود برشد دلو ما في شي واقف بدربك الضوء أخضر بامتياز مش بس ضوء فيه كتير قضوية عم بتقلك يلا 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 حان الوقت لحتى تكون شخص مبادر عنده حسب المسئولية وفعلا شايف الأمور بوضوح ثلاثة أيام وراء بعضا مولود برشد دلو ما في حدا بيقدر يوقف بيضربك رائعة هالثلاثة أيام أخبار عالقة بتبطل عالقة الأكثر حظا موليد شهر كانون التاني يناير بنت إلا برش الحوت مولود برش الحوت اليوم مش لألك نوعية الوقت هي للإستراحة للعمل الروتيني الهادئ البسيط منه معقد اليوم النهار خلي يكون قصير أو العمل بدك تشتغل فيه الأولوية فقط لغير ما تغير بأسلوب عملك ما تغير طريقك ما تغير وقتك حتى إذا عندك اجتماعات روح أبكر لحتى تجنب خيبات الأمل مثل عجلة السير أو يكون الموعات تغير يعني في بعض الأمور اليوم يلي بدك تنتبه له وتجرب إنك تستبقى ما تترك حالك لآخر تكي وانتبه على غرادك انتبه على صحتك بشكل خاص مولود شهر كانون شهر شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة رائعة سنة حلوة سنة بتسمح لسفر بتغيير ما كان إقامي بإنجازات رائعة ولا أجمل من هيك حزيران يونيو أكتوبر شباط فبراير هنه أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراجي جديد باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة